السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللقاء يتجدد مع طلبة المرحلة الرابعة في قسم التحليلات المرضية كلية العلوم جامعة الكوفة ومادة الهندسة البرافية بمحاضرتها الرابعة أنا محدثكم دكتور بسام شيروزة اليوم نتكلم عن الشروط اللازمة لإنتاج جزئة الريكمبونت بروتين من جزئة الريكمبونت دي نا موليكوز إنتاج البروتينات من الجينات اللي تم كلونتها نبدأ المحاضرة بسؤال إذا نفرض على سبيل المثال هذا الجين الغريب هو جين الإنسولين بمعنى أنه نون بكتيريال جين اللي أقصده بالفورين جين هو نون بكتيريال جين بمعنى أنه عملية اللسق العشوائي للجين في بلازميد معين إذا تمت هذه العملية بشكل عشوائي فبالتالي من غير المحتمل ينتج جزئة الريكمبونت بروتين السؤال هو أنه لماذا من غير المحتمل إنتاجية جزئة البروتينات إذا تم لصغر جين بشكل عشوائي مع جزئة البلازميد هذا هو لأن الإكسبرشن يتبين على بعض سيجنالات التي يمكن أن يتعرف من الباكتيريال لكتيريال جين عملية الإكسبرشن اللي هي نقصد بها عملية التعبير الجيني من الجين إلى البروتينات حتى تتهم لابد من توفر سيجنال معين هذه السيجنال هي الأساسية لقراءة الجين وتحويله إلى جزئة البروتينات هذه السيجنال هي سيجنالة نيوكليوتايت لابدتالي إذا يسأل أحد الشخص ما هو أنه ما المقصود بالسيجنال السيجنال اللي أقصد بها هو السيجنال اللي يكون متواجد ما قبل الجين وما بعد الجين من أجل قراءة وتحويل هذا الجين هذه الشفرة الوراثية الموجودة في البلازميد إلى جزئة البروتينات It is a rule to advertise the presence of the gene إذن هو وظيفة هذه السيجنال وظيفة هذه السل الـ DNA sequence هو عملية الإعلان عن وجود الجين للخلية حتى تقوم الخلية بعملية تعبير هذا الجين وتحويله المن إلى بروتينات فبالتالي It is a rule to advertise the presence of the gene and to provide instruction for the transcriptional and translational apparatus of the cells إذن بالتالي هذا السيقونس هو الذي يهيي هذا الجين لعملية الاستنساخ وعملية الترجمة التي تتوم من الخلاء ما المقصود بالريكمبينت بروتينات؟ الريكمبينت بروتينات هي الجزئة التي تنتج أو جزئة بروتينات تنتج من جزئة ريكمبينت DNA موليكولز بمعنى أنه تنتج من بلازميد مكلوان أو بلازميد حاوي على جين هناك عدنا ثلاثة أنواع أساسية لهذه السيقونس النوع الثاني هو الريبوسوم بايندين سيقونس والسيقونس الثالثة هي الترميناتر البروموتر إذا أريد أن أعرف أن نقول أنه الريجين أتوش الريجين أتوش الريجين سيبدأ إذن هو سيقونس معين يبدأ من عند عملية الاستنساخ أو عملية الترانسكريبش في الإيكولاي، البروموتر يترمي من سيقونس سيقونس الريجين حتى تم عملية الاستنساخ، لابد أنه وجود الريجين الريجين يرتبط في الجين ويحول الجين من الريجين إلى الريجين حتى تم عملية ارتباط الريجين لابد من وجود سيقونس قبل الجين هذا السيقونس اللي هو موجود قبل الجين نسميه بروموتر هذا السيقونس يكون أساسي لعملية الاستنساخ بمعنى بدون وجود البروموتر لا تتم عملية الاستنساخ اللي يحدث به هو أنه الـ RNA Polymerase يرتبط به هذا البروموتر طيب كيف تتم عملية الارتباط؟ الـ RNA Polymerase مكون من أربع جزئات مرتبطة مع بعضها البعض تنتج في المنجينات مختلفة وتكون جزئة الـ RNA Polymerase من أربع سيقونس يعني أربع سيقونس أو بيبتايد ترتبط مع بعضها البعض وهذا الارتباط يكون دائمي موجود في السيتولازم هناك جزئة خامسة تسمى بالـ Sigma Subunit هذه الجزئة هي بيبتايد معين هو جزئة segment of protein ترتبط أيضا بالـ RNA Polymerase وتكون تركيب يسمى الـ Hollow RNA Polymerase هذا السيقمنت أو السيقما ساب يونيت فاكتور يكون ارتباطها dissociable بمعنى أنه قابل على الارتباط والانفصال اللي يحدث أنه السيقما ساب يونيت هي اللي ترتبط بالـ RNA Polymerase ترتبط بالـ Sequence الموجود في البروموتر ثم بعد ذلك بعد ارتباط السيقما بالبروموتر يأتي المكونات الأربعة للـ RNA Polymerase وترتبط على السيقما ساب يونيت وبمجرد أنه تبدأ عملية الـ Transcription اللي هي الـ Step اللي نسميها الـ Initiation بمجرد أنه عملية الارتباط تم وتم بعد ذلك عملية البناء السيقما ساب يونيت رح ينفصل والـ RNA Polymerase الجزء اللي نسميه Core RNA Polymerase رح يقوم بعملية الاستنساخ للجين هذا السيقنال الأولى هو البروموتر السيقنال الثاني هو الـ Ribosome Binding صعيب طيب حتى تتم عملية ترجمة الـ RNA إلى بروتين لابد من وجود الـ Ribosome اللي يرتبط بالـ RNA واللي يقوم بتحويل كودون الـ RNA إلى كودون أوف بروتين بمعنى رح يحول لي كودون الـ RNA إلى جزئة بروتين فبالتالي الـ Ribosome Binding site إذا ريد أعرفه أقول هو هو الشورت نيوكليوتايد سيقنز إذن هو عبارة عن سيقنز أيضا وهذا السيقنز موجود في جزئة الـ RNA وبالتالي هو أيضا موجود في جزئة الـ DNA وبالتالي هو حول من DNA سيقنز إلى RNA سيقنز هذا السيقنز يكون أساسي لارتباط الـ RNA يعني عفوا لارتباط الـ Ribosome فبالتالي الـ Ribosome يميز هذا السيقنز ويرتبط بيه فهو شورت نيوكليوتايد سيقنز رقنايز بـ Ribosome بمعنى أن هذا السيقنز دائما يكون موجود ضمن البروموتر بعد البروموتر أكو كودون الأولى اللي هي الـ Start Codon اللي هي دائما الـ ATG تكون بعد الـ Ribosome Binding site وهذا شيء الطبيعي طيب السيقنز الأخير اللي هو السيقنز هو سيقنز الترمينيتر وهذا الترمينيتر عادة إذن ريدنا عرفة نقول إنه which marks the point at the end of gene where transcription should stop إذن هي السيقنز اللي تم بي عملية الترمينيشن علما لعملية الاستنساخ so it's a sequence at which the transcription should be stopped وهذا الترمينيتر is usually neocleotides sequence وهذا السيقنز عادة تكون تكون PACE PAIR WITH ITSELF بالنهاية وتكون STEAM LOOP STRUCTURE والفاجة من STEAM LOOP STRUCTURE هو انه RNA Polymerism يوصل الى STEAM LOOP STRUCTURE راح ينزلق بطريقة ميكانيكية وتتوقف عملية Transcription احنا نعدنا فيجار معين يوضحنا المكونات الهساب شرحة او السيغنال الأساسي نعدنا على سبيل المثال هو وهو SEQUENCE PROMOTOR وهو SEQUENCE RIBOSON BINDIC SITES ثم بعد ذلك تبدأ الترانسكريبشن START POINT التي تبدأ عن الاتجين والجين ومن ثم أكو SEQUENCE آخر هو الترميناتر التي تتم بعملية إيقاف الترانسكريبشن بالتالي بعد الترميناتر جزئة الRNA موليكول ستتوقف عن عملية النسخ وهذا الRIBOSON BINDIC SITES هو الpoint at which ribosomes bind to the mRNA وبالتالي لمن يرتبط الريبوسوم بالmRNA في هذا الموقع ستبدأ ترجمة الRNA إلى جزئة البروتين من الأمور المهمة جدا ستبدأ أنه بالبروتين حتى يرتبط الRNA بالبروتين ستبدأ أساسيات لو فرضنا أنه هناك النقطة هي A اللي هي الstart codon atg كل سيكونس قبل atg نرمزها بالسالب يعني بعد a على سبيل المثال بهذا الاتجاه لو كانت c رح يكون رقمها السالب وان بعد c على سبيل المثال وان نرمز إلى السالب وهكذا فبالتالي عدنا two boxes which is quite important to be understood هذه two boxes هذا هنا مكانه هو سالب عشرة فبالتالي هذه سالب داعش سالب اثنائي وهكذا وهذا البوكس أيضا وهذه السيكونس عادتا هذا السيكونس يكون في الغالب متشابه في معظم البروموترات هذا السيكونس هو السيكونس التو بوكس يعني البوكس اللي هو المينوس 35 والبوكس اللي هو المينوس 10 هو السيكونس الذي يميز من قبل الRNA بوليمراز ويرتبط عليه جزئة بروتين الRNA إذن هذا السيكونس يكون عادتا موجود ضمن البروموتر بالإيكولاي في معظم الأحيان يكون هذا السيكونس بالأنامولز يكون السيكونس ماتل 35 مختلف والسيكونس ماتل 25 بوكس يكون بهذه الكيفية وبالتالي الRNA بوليمراز تكون قادرة على تمييز هذه البوكس والأفنيتي ماتل الارتباط تختلف باختلاف السيكونس طيب هناك سؤال جدا مهم سؤال جدا مهم problem and its solution المتحكم تختلف المتحكم بمعنى سيكونس بمعنى سيكونس 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 بالإيكولاي هو غير السيكونس الموجود بالهائر أورغانيزم على سبيل المثال بالحيوانات النباتات وكذلك بالإنسان فبالتالي إذا جبنا الآن الجين بالسيكونس ماتة من الإنسان ودخلنا بالإيكولاي الـ RNA بوليمراز مات الإيكولاي ما راح يرتبط على البروموتر مات الإنسان لأنه سيكونس الارتباط مختلف هل نقرأ ونشوف شي قوله هنا The gene إكسبرation signals of higher organisms are not the same as the إيكولاي version وهذا صحيح ببعنى إنه السيكونسات يكون مختلفة The neocleotides of RNA polymerase binding sites are different as a result the إيكولاي RNA polymerase is not able to attach the human promoter إذن الـ RNA polymerase البايندين سيكون مختلف وبالتالي السيكونس للبروموتر ما للإنسان أو ما للنبات أو ما للجين لا يمكن تمييزة من قبل جزئة RNA polymerase اللي موجودة بالإيكولاي بالتالي RNA polymerase جزئة RNA polymerase اللي موجودة في الإيكولاي لا يمكن الارتباط بسيكونس البروموتر اللي مأخوذ على سبيل المثال من الإنسان ثم فالتالي موجودة بالإيكولاي وهذا هو جواب للسؤال السابق هو أنه الفورين جين رح يكون غير أكتف في الإيكولاي الإيكولاي ما رح تقدر لتعبره وتتحوله إلى البروتين فلسطا من لأن باكتريام بحشر فقط الكودنغ أيري يعني فقط الجين يعني بدون السيغنالز مالتن يعني بمجرد أنه أأخذ الجين الإنسولين بدون بروموتر وبدون تيرمينيتر وأأخذ هذا السيكونس الجين أدخله في البلازميد بحيث يكون عملية الحشر في مكان صحيح بحيث يكون هذا الجين بدايته يسبق بروموتر في البلازميد وهذا البروموتر الـ RNA بولي ماريز مالتن إي كولاي يكون قادر على الارتباط به فبالتالي إنه أأخذ هذا الجين وأدخله في مكان صحيح في البلازميد يكون بعد هذا الجين وقبل هذا الجين تستطيع البكتيريا أنه قراءتهم إذا عملية الحشر كانت بشكل صحيح وبالتالي إنه عملية الترانسيكريبشن وعملية الترانسيكريبشن تكون صحيح بمعنى إنه البلازميد اللي يكون قادر على توفير السيجنال لعملية الإكسيبرشن نسمي إكسيبرشن فيكتور لإنه هذا البلازميد يكون قادر على تحويل أو قراءة الجين اللي حجرة فيه وتحويله إلى جزئة بروتين بفعل بروتينات الإي كولاي طيب هذا هنا نعدي مثال بسيط هنا نعدي هذا الإكسيبرشن فيكتور اللي هو البلازميد هذا هو البروموتر رايبوسون بايندكسايد ترميناتر هذه السيكونس مأخوذة من الإي كولاي فبالتالي الإي كولاي الـ RNA بوليمراز وإنزيمات الإي كولاي تستطيع تمييزه فبالتالي الآن إذا حشرت الجين بهذه الكيفية اللي هو على سبيل مثال الجين إنسولين وهنا نعدي بروموتر مات إي كولاي رايبوسون بايندكسايد مات إي كولاي ترميناتر مات إي كولاي وبعد ذلك أخذت هذا البلازميد وسويت له ترانسورميشن إلى داخل الإي كولاي فأتوقع إنه بنسبة جدا عالية إنه هذا الجين الآن راح يستنسخ إلى RNA ورح يترجم إلى جزئة بروتين طيب الآن نتكلم على جزئة الـ First Signals اللي هو الـ DNA Promoter The most important component of an Exception Vector is the Promoter إذن هو أهم جزء بالException Vector إذن إذا جاءك سؤال نقول لك إنه شنو أهم جزء لازم نقول للبروموتر The Promoter controls the very first stage of gene expression البروموتر هنا وظيفة الأساسية هو إنه ينظم أول خطبة في gene expression اللي هي عملية ارتباط اللي قرأنا إي بوليمرز بالديهنية إذا ما تمت عملية الارتباط أصلاً ما راح تتم أي عملية expression هذه واحدة النقطة الثانية لبروموتر يلعب دور أساسي وهو يحدد الـ rate اللي على أساسه الـ mRNA راح يصنع بمعنى كمية الـ mRNA المصنع بمعنى إنه إذا عدي بروموتر قوي كمية RNA المصنعة راح تكون بكمية كبيرة أما إذا كان عدي بروموتر ضعيف فكمية RNA المصنعة تكون ضعيفة طيب هذه القوة والضعف كيف تكمون؟ راح نتكلم عنها في وقت آخر من هذه المحاضرة بمعنى إنه كمية جزيئة البروتين المنتجة من DNA تعتمد بشكل كبير على طبيعة البروموتر اللي يحمله الـ expression vector طيب ليش؟ ليش تعتمد عليه؟ هناك عدنا سيكونسين أساسيات شرحناه السيكونس الأول هو السالب 10 بوكس والسيكونس الثاني اللي هو السالب 35 بوكس هذه السيكونس تكون الـ constant sequence بمعنى الـ constant sequence إنه في كل الجينات في جينات الإيكولى يكون عادة هذا السيكونس متواجد طيب هل هذا السيكونس متواجد بشكل مائة بالمائة في كل الجينات لا بعض الأحيان يكون السيكونس متغير على سبيل المثال في جين آخر هذا الجين يكون الاكسبرشن المال تضعيف في البكتريا ما تحتاج البكترية بشكل دائم نلاحظ أنه مثلاً هذا الجي انقلبت صارت A بالتالي إذا انقلبت هنانا هذا الجي إلى A أو إلى C أو إلى T الأفينيتي مات ارتباط الـ RNA Polymerase يتقل بالتالي إذا قلت الأفينيتي مات ارتباط الـ RNA Polymerase اللي يصير هو إنتاجية الجين راح تقل يعني اللي أقصد في إنتاجية الجين هي عملية الترانسكريبشن لهذا الجين راح يقل فالريث راح يقل إذن هذا هو جواب السؤال السابق وهذا يقودنا إلى موضوع آخر اللي هو الـ Strong and Weak Promoter اللي هي البروموترات الضعفة والبروموترات القوية Although على رغم أنه Most E. coli promoters do not differ much from these constant sequences A small variation may have a major effect on the efficiency with which the promoter can direct transcription وهذا مثل ما تكلمنا عنه سابقا اللي يقول بي أنه على الرغم من أنه هذا الـ Consent Sequence عندما يكون متشابه واللي أقصد بي المتشابه أنه معظم السيكون متشابه بس التشابه مدائما يكون مئة بالمئة فبالتالي هذا الاختلاف البسيط اللي هو الـ Small Variation سمنا راح يكون إلى تأثير كبير على الإفشيينسي من ذاك البروموتر طيب Contrational Citrongal Weak Promoter Citrong Promoters are those that can sustain a higher rate of transcription A Citrong Promoter usually control genes whose translation product are required in a large amount by the cells A Citrong Promoter هو اللي يكون عادة يطينا Transcription أو Sustain بمعنى أنه يكون عملية Transcription مستمرة بمستوى عالي زيان لأنه ليش يكون عادة بمستوى عالي في بعض الجينات وبمستوى واطئ في الجينات آخر السبب في ذلك أنه هذه Housekeeping Gene بلعنى أنه جينات أساسية لعمل الخلية على سبيل المثال الخلية دائما تحتاج أنه تضاعف فبالتالي حتى تضاعف لازم أنه عملية مضاعفة الـ DNA موجودة إذن الخلية تحتاج جين الـ DNA Polymerase بشكل عام وبشكل أساسي تحتاج إلى جينات الـ RNA Polymerase تحتاج إلى جينات صناعة بروتينات الغشاء الخلوي بالتالي هذه الجينات أساسية بالتالي عملية الترانسكريبشن مستمرة بالتالي تحتاج إلى Stronger Promoter ولكن على سبيل المثال هناك جينات أخرى تكون ضعيفة التي تحتاجها الخلية في ظروف معينة على سبيل المثال نسميها الـ Weak Promoter الخلية مدائما تحتاج أنه تنتج أنتوايتك على الرغم أنه يحاول على Gene Resistence for a Special Kind of Antibiotics إلا أنه فقط لمن ذاك الـ Antibiotic يكون موجود في الميديا الخلية تحتاج تنتج لبروتين حتى تكسرها فبالتالي عملية إنتاج البروتين اللي يكسر ذاك الـ Antibiotic الخلية ما تحتاجها بشكل مستمر تحتاجها فقط لمن يكون الـ Antibiotic متواجد ولذلك تنتجها في ظروف معينة ولذلك يكون هذا الـ Promoter ضعيف حتى عملية إنتاج الـ RNA يكون قليل في بعض الأحيان الخلية تحتاج البروتين بشكل مستمر ولكن بكمية قليلة فبالتالي إذا احتاجت الخلية بروتين معين بكمية قليلة تحتاج الـ Weak Promoter الـ Weak Promoter معناه أنه الـ RNA المنتج بكمية قليلة معناه أنه كمية البروتين المنتج من ذاك الـ RNA سيكون كمية قليلة طيب وهذا هو مثال بشرح واضح نحن نعدي Citron Promoter هنا و Weak Promoter Citron Promoter يطيني كمية RNA كبيرة بالتالي سيضعني جزئات بروتين بكمية كبيرة في داخل الخلية أما الـ Weak Promoter سيطيني كميات قليلة من الـ RNA وبالتالي سيطيني Low Number of Protein Molecules عملية Promoter Regulation هذا الـ Second Factor وإن شاء الله تعالى نغطي هذا الموضوع بشكل الوافي A second vector to be considered when concentract an expression vector is whether it will be possible to regulate the Promoter بعملية Promoter Regulation عدنا نوعا عدنا نوعا من عملية Promoter Regulation النوع الأول اللي هو الـ Induction والنوع الثاني اللي هو الـ Repression وإن شاء الله نتكلم عنه بشكل وافي في المحاضرة اللاحقة حتى يكون الجين inducible يعني الجين يكون عادة محفز is one whose transcription is switched on by addition of chemical to the growth media في بعض الأحيان حتى نحفز إنتاجية بروتين معين أحفز عملية التranscription أضيف مادة معينة نسميها الـ Inducer أو بعملية نسميها الـ Induction هذا الـ Inducer يحفز لعملية الـ Expression كيف يحفز عملية الـ Expression؟ هذا الـ Inducer بشكل أو بآخر يمنع أو عفوا يحفز عملية ارتباط الـ RNA Polymerase بمن بالبروموتر أما النوع الآخر اللي هو الـ Repression فهذا عبارة عن مادة كيميائية أو قد يكون حتى بروتين معين أو إنزيم معين هذه المادة تحفز بروتين معين إنه يمنع عملية ارتباط الـ RNA Polymerase بالبروموتر بالتالي نسمي Repressor وهذا الرسم واضح على سبيل المثال عدي هنا Uninducible genes هذا عدي بروموتر هذا عدي جين لما أضيف هذا الجين نحن نفرض أنه بالطبيعة هو مغلق Switched off فإذا ضفت مادة كيميائية معينة طبعا عملية شرح التفاصيل هذه إن شاء الله نشرحها في المحاضرات القادمة ولكن الآن نعطي عليها فكرة معينة إضافة Regulatory Chemical اللي هو بهذه الحالة Inducer رح يحفز عملية الـ Expression Mantigen فبالتالي هو رح يسوي Switch on إذن المطلوب منك أنه التفهم في هذه المحاضرة هو إنه الـ Inducer يسوي Switch on بمعنى إنه يشغل الـ Promoter وبالتالي رح يؤدي إلى حدوث عملية Transcription وبالتالي رح يؤدي إلى إنتاج Protein أما الـ Repressor اللي هو المثبت نعملين؟ اللي هو الـ Repressor رح يسوي عملية Switching off للجين وبالتالي رح يوقف إنتاجية عملية الاستنساخ طيب عندي هناك مثالين أساسيين اللي توضح لي أهمية عملية الـ Regulation ينبغي الاهتمام بهذه المثالين لأنه هذا الأمر جدا مهم So two examples اللي هو سترين The importance of a Promoter Regulation Used the production of Recompensate Proteins هذه عدنا مثالين يوضح أن أهمية عملية الـ Regulation في بعض الأحيان أنا أحتاج أنه أثبت الجين لأنه الجين قد يكون ضار وفي بعض الأحيان أنا أحتاج أحفز الجين لأنه أنا أريد الجين على سبيل المثال If the Recompensate Protein has a harmful effect on the bacterium يعني الآن أنا هذا الجين اللي مدخله في البلازميد والتالي أنت أحول هذا الجين إلى بروتين وبعد ذلك أستخلصه للفائدة المرجوة قد يكون هذا الجين المنتج أو العفوان هذا البروتين المنتج إلى آثار سلبية على الخلية فبالتالي Then It is synthesis must be carefully monitored لازم أنا أراقب عملية صناعة هذا البروتين بشكل حذر لماذا؟ حتى أمنع عملية تحشد هذه المادة السامة في داخل الخلية وبالتالي أنا أحصل على عملية إنتاج للبروتين بكميات معينة لماذا؟ لأنه عملية الإكسبرشن لهذا الجين لابد أنه أتم بشكل حكيم لأنه تكدس هذه المادة يكون سامة هذا مثال مثال آخر if the recombinant protein has no harmful effect on the host cells في بعض أحيان البروتين عملية إنتاج البروتين اللي هو الركombinant protein ما لا أي تأثير سلبي regulation of the crown gene is still desirable يعني عملية التنظيم الجيني على الرغم لأنه ما لا تأثير سلبي على الخلية ما لا أي سمية على الخلية ولكن لا بد أنه تم عملية الإكسبرشن لا بد أن تكون هناك عملية تنظيم الجيني لماذا؟ لأنه احتشاط كمية بروتين بكمية عالية داخل الخلية رح يؤدي إلى فقدان هذا البلازميد continuously high level of retranscription may affect the ability of recomponant البلازميد to replicate البلازميد هنا رح يقل عملية تضاعف الخلية ملتهية فقط في عملية إنتاج بروتين وبالتالي الحفاظ على البلازميد والحفاظ على الكابي نمبر البلازميد رح تكون مو من الأولوية الخلية ليش لأنه معظم الـ high affinity mat binding دعت تشتغل عليما على الجين اللي موجود في البلازميد فبالتالي هنا رح تكون قد تفقد الخلية البلازميد إذن لابد أنه أنا أخفظ من هذا الجين حتى أسمح لباقي العمليات الحيوية اللي موجودة بداخل الخلية أن تتم بشكل صحيح هذين المثالين جدا مهم وين دعي التركيز عليهم بالنهاية أتمنى أنه قدمت شرح وافي في هذه المحاضرة ونسألكم الدعاء إن شاء الله إلى حين اللقاء بمحاضرة أخرى شكرا